بكرة أقوى وأصعب انتخابات مرت في تاريخ النادي الأهلي بكرة إن شاء الله انتخابات تسرب فيها مبالغ فوق الوصف انتخابات أنا عايز أقول للنمعية العمومية للنادي الأهلي أنتم لست أقل من نمعية العمومية لنادي الزمالك أعضاء نادي الزمالك عملوا شيء رائع من وراء الخيال لا ليس دعوة بالنتائج أنا ليه دعوة أن لما يحضر في النمعية العمومية 43 ألف وشوية ده شيء رائع ومسؤولية مرضى النمعية العمومية للنادي الأهلي بكرة أعضاء النادي الأهلي أعضاء النادي الأهلي عليهم أن يتذكروا حد واحدة بس عايز أقول لهم انت صوتك مش لي كل مية 51 ألف أو 152 ألف أعضاء ومش للمقرات الثلاثة بتاعت النادي الجزيرة ومديد مصر والشيخ زايد أنت صوتك بينسحب على أكتر من 40 مليون أهلاوي في مصر خلي بالك أنت صوتك بينسحب عليهم لأنك أنت اللي حجيب الإدارة اللي بتدير النادي والإدارة دي نجاحها من عدمه هو بيأثر على الناس دي نخلي بالنا وخاصة الانتخابات دخلت في حتة غريبة جداً لم تحدث من قبل لم تحدث من قبل النادي الأهلي باقول لأعضاء الأهلي النادي الأهلي اكبر حزب في مصر بقول لها خلي بالكم حافظوا على ناديكم والنادي الاهلي مش انتم بس النادي الاهلي جماهيره كبيرا لبرا نخلي بالنا ليه لان احنا لان الحاجات اللي بتحصل النهاردة والانفاق الرهيب والكلام ده كله لا ده الموضوع بقى مش مش كورة بقى هل الموضوع هو الجماهير والناس الكبير وشعبيت الاهلي بقول اكبر حزب في مصر اصغر حزب في مصر في اصغر اصغر نادي في مصر اصغر نادي قروي في مصر عدد جماهيره اكتر من اعضاء كل الاحزاب السياسية اللي في مصر فما بنا بنادي الاهلي والزمالك ما بنا بقى بقول اكبر حزب في مصر بقول للجماهير الاهلي اوعوا تغلطوا غلطة وانتوا وتسلموا النادي ده للعبة اخرى خلص ملاش دعوا بالكورة ولا بالرياضة بالتوفيق للجمعية العموية هتختاروا توفيق للجماهير بس نقول للنادي الاهلي انتم لستم اقل من اعضاء النادي الاهلي لستم اقل من اعضاء الزمالك اعضاء الزمالك عملوا الحقيقة شيء رائع تلاتة واربعين الف اكبر عدد به في انتخابات عندها فيك يا مصر من يومة عملت انتخابات اما نشوف نمور الاهلي حيعملين اشتركوا في القناة